إذن مشاهدين حوارات مكثفة يبدأها رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي مع المعارضين لتكليفه بغية ضمان أغلبية مريحة في البرلمان لتمرير حكومته بظل وجود قوة مهمة ولديها ثقلها في البرلمان تعترض على تكليفه بالإضافة إلى ملفات شائكة بانتظاره يأتي ذلك في وقت قال وزير الخارجية الأمريكية ماي طومبيو في تغرير على تويتر إن رئيس الوزراء العراقي المكلف سيحظى بدعم أمريكي ودولي إذا شكل حكومة لا يشبهها الفساد وتدعم سيادة العراق وتوفر الاحتياجات الأساسية وتحترم حقوق العراقيين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتحديات والاعتراضات التي تواجه رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي هو عنوان حديثنا مع الأكاديمي والباحث السياسي دكتور لقاء ميكي دكتور لقاء صباح النور صباح النور يا هلا يعني بداية دكتور في اليوم الثاني على تكليفه هل باتت الثقة البرلمانية لحكومة يشكلها الزرفي أصعب من الاستحقاقات الوطنية التي تنتظره نعم بالضبط السيد عدنان الزرفي يواجه ربما تحديات أكثر من سلفه محمد توفيق اللاوي فيما يتعلق بتأمين الكفاية البرلمانية لأن كل الأطراف الشيعية تقريبا الأساسية التي لديها ممثلون في البرلمان تعترض على تكليفه وحتى سائرون التي وافقت في البداية على وجوده حتى سائرون يعني ربما تتراجع اللي رزعمها ترأسها سيد مقتد الصدر ربما تتراجع عن هذا التأييد وتنظم إلى بقية الحلفاء الشيعة على اعتبار أن السيد الزرفي ربما لم يحظى حتى بتأييد المرجعية في النجف وهذا حجة قوية لدى المعارضين له على أنه لا يصلح لهذا المكان على قل لأنه شيعي وبالتالي يجب أن يحظى بمباركة الأطراف السياسية الشيعية قبل الأطراف الأخرى أعتقد أنه سيثير مشكلات وربما لن يستك من حتى ثلاثين يوم اللي هو لديه من أجل الحصول على الثقة البرلمانية وتشكيل الحكومة ربما يعني يعتذر قبل هذا التاريخ بكثير لأنه يواجه منذ البداية تحديات فيما يتعلق برفض وجوده أصلا في هذا المنصب نعم ولكن على الرغم من وجود معارضة من بعض الكتل كما تحدثت دكتور لقاء فإنه بعض المراقبين بيقولوا أنه الزرف ينطلق من موافقة 130 نائبا من الكتب السياسية من سائرون واتحاد القوى والنصر والأكراد والمستقلين بالتالي موقفه ربما يكون أفضل من موقف علاوي هل هذا دقيق؟ ما رأيك به؟ نعم ربما النصر سيد العبادي لديه يحاول أن يخرج من السرب القريب من إيران لكن في كل الأحوال ليس لديه ما يكفي من العدد البرلماني حتى بالنسبة للسنة والأكراد العدد المقاعد اللازمة لتأمين النصاب القانوني لتمرير هذه الحكومة بل ربما حتى نصاب الحضور داخل قاعة البرلمان أنا أعتقد أن السيد الزرفي ربما يواجه مشكلة أخرى تتعلق بأن يعني هو بالنهاية يجب أن يحظى بموافقة الكتل الشيعية الأساسية على اعتبار أن العراق المحاصصة فيه واقعية بما يتعلق بالعلقة للقيادات الثلاثة ورئاسات الثلاثة وبالتالي هذه الحصة يجب أن يوافق عليها الحلفاء الشيعة الأساسيون وهذا غير حاصل الأمل الوحيد أمامه إذا تمكن من تفريق هذا الصف الشيعي أنجاز التعبير من خلال استدراج بعض القوى التي وافقت أو اعترضت عليه مثل الحكمة عمار الحكيم سائرون إذا تمكن من استدراجهم مع النصر ربما سيتمكن من تأمين النصاب في المستقبل هو الرجل يعني يوصف أنه عنيد ويعني لن يستسلم بسهولة إذا تمكن من ذلك مع تأمين طبعا موافقة السنة والأكراد ربما ربما يصل إلى نهاية المطاف ولكن لا ننسى أيضا أن هناك يعني ربما يقومون هذه الأطراف المعارضة لديها ميليشيات ربما تقوم بعمليات فوضة يعني خلق فوضة في البلاد من أجل حملة على الاعتذار والتنازل نعم قبل الحديث عن الفوضى على الأرض يعني الصراع والتنافس السياسي بالعراق دخل مرحلة جديدة تهدد بأزمة كبيرة للغاية وصلت حتى إلى حد التشكيك بدستورية اختيار الرئيس برهم صالح لزورفي كيف تقرأ ذلك؟ نعم طبعا هذه قضية مهمة حقيقة العراق الآن يعيش مرحلة خطيرة تتعلق بالدولة نفسها أعتقد أن الدولة أصبحت محل شك بسبب ضعفها الشديد عدم وجود قيادات تنفيذية رئيس الوزراء أعطى النفس عطلة وجالس ولا أحد يعرف من الذي يدبر أمور الدولة وهي الحكومة أصلا مستقيلة وتصريف أعمال ليس هناك ميزانية الوضع الاقتصادي للبلد أصبح الآن غامض جدا بل ومنهار تقريبا بسبب أسعار النفط ولذلك الأمور طبعا سيطرت من الناحية الأمنية الدولة فقتت السيطرة تقريبا على البلاد المرض المنتشر حاليا وعدم قدرتها حتى على تطبيق حضر التجول الذي أعلنته بالتالي هناك ضعف شديد للدولة لم يكن انهيار في ظل هذه المواقف أعتقد أن العمل السياسي أصبح أيضا عمل خطير من الناحية القانونية يعني إذا لاحظنا حتى بالجانب القانوني سلطة القضائية انقسمت قسمين قسم المحكمة الاتحادية أيدت رئيس الجمهورية في اختيارها على اعتبار أن الكتلة الأكبر فشلت حتى الآن في اختيار مرشح ومجلس القضاء الأعلى الذي رأسه شخص آخر رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري بالتالي هناك انشقاق داخل الهيئة القضائية بين مجلس القضاء الأعلى وبين المحكمة الاتحادية من سبب خلاف شخصي بين رئيسي هاتين الهيئتين القضائيتين وكل واحد منهم منحاز طرف سياسي معين وهذا الأمر يجعل حتى الهيئة القضائية مشكوب في مصداقيتها وهي المرجعية النهائية والأخيرة على الأقل الاحتكام لها في حال نشوف خلاف دستوري أو سياسي بين الأطراف أعتقد أن الأمر وصل إلى مرحلة من الانشقاق والاختلاف والانهيارات داخل المؤسسة العراقية أصبح واضح جدا سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي نعم كنت تتحدث قبل قليل عن تيار الحكمة بالتحديد إلى ما تعزوا إصدار تيار الحكمة بيان رفض فيه طريقة التكليف دون الإشارة إلى شخص رئيس الوزراء هل هو ملاقات الكتل الشيعية في منتصف الطريق؟ وهل أبقى على الجسر مع الزرفي؟ أعتقد تيار الحكمة ربما يكون أكثر اعتدالا من أطراف أخرى قريبة من إيران ومتطرفة في مواقفها مثل الفتح على سبيل المثال والعصائب وهذه الأطراف والدعوة دولة القانون لكن الحكمة اعترض على أن الرئيس الجمهورية لم يستشف الكتل الشيعية الكبيرة فيما يتعلق بترشيح شخصية رئيس الوزراء أو اختيار رئيس الوزراء اعترض على الآلية وليس على الشخصية نفسها على الزرفي الزرفي قد لا يكون بعيد والمناسبة الزرفي هو عضو سابق أو قديم في حزب الدعوة وكان محكوم عليه بالسجن قبل 2003 وبالتالي هو منهم يعني هو ليس غريبا ولكن هم يعترضون مو فقط على الآلية بعض الأطراف في الحكمة الآلية وبعض الأطراف على شخصية الزرفي بسبب ما يتهم به من قرب الولايات المتحدة نعم ولأنه طبعا يحمل الجنسية الأميركية وبالتالي يعني كل واحد له سبب في رفضة للشخصية لكن الحكمة تعترض على آلية التكليف لأنها لم تستشر في أمره نعم ولكن هل عدم كون الزرفي خيارا إيرانيا يعتبر سببا كافيا لإعلان رفض بعض القوى والفصائل السياسية له بالتأكيد الآن سياق التكليف الحالي سياق السياسي لا يحتمل عدم التوافق على الأقل إيران لم تعد يعني سابقا كان هناك توافق إيراني أميركي على شخصية رئيس الوزراء الآن بسبب انقطاع التواصل والصدام بين الطرفين أصبح كل منهما يريد أن ينصب من يريد يعني من يأمين له ولذلك الآن في تعطيل الحياة السياسية في العراق ونحن ربعة أشهر هذه من ناحية من ناحية ثانية إيران فقدت العنصر الأساسي الذي كان يعين رئيس الوزراء وهو قاسم سليماني غيابة واضح الأثر جدا في اختلاف الأطراف الشيعية بتحديد رئيس وزراء يعني الأطراف الشيعية أصلا فشلت حتى الآن في اختيار شخصية معينة أي شخصية كانت لتولي المنصب وهذا الفشل يعود بسبب أساسي هو عدم وجود مايسترو كان يأمرهم فيطيعوا وهو قاسم سليماني إيران لم تتمكن من تكليف شخصية أخرى مؤثرة لأنه ليس هناك شخص آخر يحل مكانه في مثل هذا الوقت القصير على هذا الأساس الأطراف الشيعية فشلت وإيران لا تريد أن يمر الرئيس وزراء معادي لها أو قريب من الولايات المتحدة وبناء على ذلك هل من الممكن أن نشهد تصعيد على الساحة فيما يخص المتظاهرين لسيما وأنه كما تحدثت بدر وصادقون غير موافقين على ترشيح الدان الزرفي هل من الممكن أن يحركوا أجنحتهم العسكرية وينعكس ذلك على التظاهرات على الأرض هم بالحقيقة بالمناسبة رغم أنهم كانوا يشتمون التظاهرات ويعتبروها أمريكية نفس هذه الأطراف خلال يوم الأخيرة بدأوا يمتدحونها ويعتبرونها سبب لرفض الزرفي على اعتبار أن المتظاهرين رفضوا الزرفي يعني بدأوا يتحججون بالمظاهرات لأنها تمثل رفضا شعبيا ولذلك لا أعتقد أن المتظاهرين سيهاجمون لا سيما وأن حركة التظاهر خفتت نسبيا خلال الفترة الأخيرة لأسباب منها طبعا انتشار مرض كورونا وأسباب صحية وأيضا لأن هناك نوع من النمطية في حركة التظاهر وليس هناك محركات إضافية أساسية وأسباب تدعوهم لتجديد التظاهر في هذه المرحلة أعتقد أن الصراع السياسي يكفي للمتظاهرين لإعلان مواقفهم من خلال بيانات وليس فقط من خلال وجود في الشارع لذلك لن يكون هناك هجوم عليهم الهجوم الرئيسي سيوجه للقوة السياسية المعارضة لهذه الطيارات الشيعية وسيكون صراع سياسي وإثبات قوة في الشارع بمعنى أن لم تكنوا معنا فسنخلق الفوضى في البلاد الصراع السياسي الذي تحدثت عنه في حال استمرت الأزم السياسي ما هو برأيك السيناريو الأقرب إلى الواقع والذي من الممكن أن تتوافق عليه الكتل السياسية أهمها المقربة من إيران هل نحن أمام بقاء عادل عبد المهدي لفترة مفتوحة مثلا؟ عادل عبد المهدي هو الشخصية المفضلة للقوة الميليشياوية القريبة من إيران لأنه على الأقل أعطاهم الحرية الكاملة خلال العام والأكثر الذي مضاه في السلطة حتى أنهم سيطروا على الدولة ولذلك إيران لن تجد أفضل منه لإدارة هذه المرحلة لأنه هو الغايب الحاضر هو غير موجود أصلا مختفي عن الصورة معطي كل الصلاحيات لمكتبة ومكتبة يدار من قبل الميليشيات أو الذين يعتبرون بأمرهم أو القريبين منهم وبالتالي ليس هناك وجود للدولة بأنظمتها ومؤسساتها المعروفة لذلك هو خيار أنه يبقى إلى ما شاء الله يعني علاقة للانتخابات إن كانت هناك انتخابات لكن أعتقد أن هذا الخيار أولا غير مقبول واقعيا والثانيا هناك تحديات خطيرة تواجه الدولة نفسها بينها الميزانية التي لم تقر وعدم وجود أفق الاقتصادي لا سيما معه انهيار أسعار النفط الحالية بالتالي يجب وجود حكومة قوية لتمشية أمور الدولة الاقتصادية في مرحلة ما لن تتمكن الدولة حتى من دفع رواتب الموظفين وهذا الأمر خطير لأنه سيعني نهاية أو انهيار عام على الجميع يعني انهيار المعبد على الجميع وهذا لا تريد الأطراف المختلفة في السلطة من هذه الزاوية سيجري أو سيكون محتم على الجميع اختيار رئيس وزراء ولكن بأي آلية وهناك صراع شديد الصراع الأمريكي الإيراني يفرض نفسه بقوة على آلية الاختيار لا تريد أمريكا شخص يأتي ويجبرها على الانسحاب ولا تريد إيران شخص يأتي ويكون قريب من الأمريكان ويبقيهم في العراق ولذلك الأمر عصيب من ينتصر بين هؤلاء الطرفين يستطيع أن ينصب رئيس وزراء ولكن كيف تقرأ الدعم الأمريكي لعدنان الزرفي هل يعني صبى في مصلحته هو بالحقيقة ليس هناك دعم مطلق على الأقل علانيا وحضرتكم أشترتم إلى تغريدة بومبيو الأمر متعلق بالشروط نعم هو أمريكي جنسية كما هو معروف ولديه بعض العلاقات مع الأمريكا المشهورة ومعروفة ولكن بالنهاية هو ليس قريب من إيران وهو يعتقد أنه ربما سيضرب الميليشيات كما فعل في عام 2005 حينما كان محافظة النجف بالتالي الخوف منه من هذا الزاوية بالتأكيد دعم أمريكيا قد يبدو أنه ليس في صالحة ولكن لا ننسى أن هناك اليوم اللعب على المكشوف بين الإيرانيين والأمريكان وحتى المجتمع العراقي السياسيين طبقة سياسية منقسمة بين من هو مؤيد لأمريكا وبين من هو مؤيد لإيران بالتالي دعم أمريكيا ليس بالضرورة تسقيط له ولأن هذا يعني أن هناك من سيؤيد بسبب قرب من الولايات المتحدة كل من يعادي إيران في الطبقة السياسية أصبح قريب من أمريكا والعكس الصحيح ولذلك هذا الانقسام الشديد داخل الطبقة السياسية وحتى في بعض وساط الشارع ربما سيقود في الواقع إلى يعني أطل تعطيل للحياة السياسية وللإرادة السياسية والقدرة على من فقط تحديد رئيس وزراء وإنما حتى على إدارة الدولة ومؤسساتها وهذا سيظهر خلال فترة ليست بعيدة نعم على مستوى الدولة نعم يعني الأكاديمي والبحث السياسي دكتور لقاء مكي أشكرك كثير على حضورك معنا شكرا شكرا شكرا